شهد معرض مصر الدولية للطيران والفضاء الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة العالمين الجديدة إقامة عروض جوية أبهرت الحضور ووفر المعرض الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام فرصة لعقد شاركات تعاون بين المتخصصين من دول مختلفة وهيئات حكومية وخاصة مشهد خطف الأنظار سرعة خيالية اخترقت صحب مطار العالمين وامتزجت بألوان الطائرات التي ملأت أرجاء المكان بعروض جوية أبهرت الحضور والتي جاءت على هامش معرض مصر الدولي للطيران والفضاء الذي فتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي واستمر لمدة ثلاثة أيام نحن أول حاجة من حب نتواجه بالشكر للكوات الجوية لسيادة الفريق محمود فقد على سكته الكبيرة بهايلايتس تنقدر ننفذ هذا المشروع اللي قدرنا ننفذه بفترة إياسية على المعايير العالمية بالجودة والكواليتي اللي مطلوبة بالنسبة لكل الدول اللي موجودة والمشاركة معنا اليوم بسرعة كان كويس يعني أول ما وصلت الأول كنت فالآن أنا أضيع العرض بس الحمد لله حقيقة أنا أكتر من عرض ويعني شوية كده هنهضر عرضي كمان أول مرة هنهضر حاجة هنا كده في العالمين واليوم كان لذيذ قوي أكتر حاجة عجبتني كده عرض مصر والسعودية كان حلو قوي المعرض احتوى في الأساس على تجمع لعدد كبير من الشركات المتخصصة في علوم الطيران والفضاء لأعداد تخطت المائتي شركة وأكثر من مائة متخصص في تكنولوجيا الطائرات والطائرات الآلية بدون طيار نحن نشرف أن نكون موجودين هنا خصوصا كشركة مصرية بنقدم منتجات محلية الصنع من أجل الطيران والملاحة الجوية وأنظمة التسليح الخاصة بالطيرات بعد ما واثقت فينا الكوات الجوية المصرية وقدتنا الإمكانية أن نحن نشتغل معهم ونطور طيرات موجودة في خلال الكوات الجوية المصرية وقد وفر معرض مصر الدولية للطيران والفضاء فرصة لعقد شركات تعاون بين المتخصصين من دول مختلفة وهيئات حكومية وخاصة حيث عقدت الهيئة العربية للتصنيع عدة اتفاقيات تدريبية وتعليمية ومنها مدرسة الهيئة العربية لتصنيع التكنولوجيا التطبيقية في مجال الطائرات بخبرات مصرية فرنسية نحن نتعاون مع شركة داسو الفرنسية في مجال تصنيع بعض هياكل الطائرات من طراز فالكون ورفال الخاصة بشركة داسو العالمية وهي شركة كبيرة في صناعة الطائرات وده الحقيقة تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة داسو أفيشن متمثل في مصنعي الطائرات والمحركات وأسدل السطار أخيرا على معرض علمي دولي وقيم على أرض مصرية جذب الشركات ذات الصلاة بمختلف أنواعها طيران مدني وعسكري وتكنولوجيا فضاء وفتح آفاقا جديدة لنقل التكنولوجيا فضلا عن التركيز على توطين الصناعة المحلية لعلوم الطيران والفضاء معرض مصر الدولية للطيران والفضاء الذي يعد واحدا من الأهم في مجال علوم الطيران والفضاء في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط والذي كان بمثابة فرصة مثلة لجميع الشركات المختلفة والمتنوعة لتوقيع التفاقيات وعقد الشراقات المتنوعة وفرصة أخرى لتوطين صناعة الضائرات وتكنولوجيا الفضاء في مصر ونقلها إلى أفريقيا كاريم بيبرس عن تلفزيون المصري